قررت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها اليوم في بيت لحم إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة وحددت الحكومة الثالثة عشر من أيار مايو المقبل موعدا لإجراء انتخابات البلديات في الضفة وترفض حماس إجراء هذه الانتخابات بذريعة أنها تنظم بشكل غير شفاف ووصف المتحدث باسم الحركة قرر الحكومة بأنه تكريس للانقسام الفلسطيني وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني قرار حكومة الحمد لله بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة هو قرار خطير وهو يكرس الانقسام الموجود ويعقد إمكانية الوصول إلى مصالحة وطنية على الحكومة التوقف عن هذا السلوك الحزبي والتفرض بالقرار الفلسطيني وعليها أن تعمل التوفير بيئات لازمة لإجراء عملية انتخابية ديمقراطية تعبر عن إرادة الناس في الضفة وغزة معنا من رامل مراسلنا بشار صغير بشار إذن قرار السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة ماذا أفرز حتى الآن من ردود فعل جديدة على المستوى السياسي وأيضا هل رصدت أي ردود فعل شعبية نعم سرمد كما كان متوقعا وكما لوحت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق فقد قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في الجلسة التي عقدها اليوم تنظيم أو إجراء انتخابات المجالس المحلية في موعدها المقرر الثالث عشر من أيار ماريو القادم في الضفة الغربية فقط دون غزة هذا يأتي بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي منحتها حكومة الوفاق الفلسطينية لحركة حماس من أجل الموافقة على إجراء الانتخابات ما يجري حاليا سرمد هو تبادل الاتهامات الحكومة الفلسطينية وفتح في الضفة الغربية بشكل عام تحمل حركة حماس مسؤولية تكريس هذا الانقسام عبدالرفضها الانتخابات حماس في الجانب الآخر تقول بأنها توافق على إجراء الانتخابات لكن ليس قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية بما يتضمن رفع ما أسمته القبضة الأمنية لأسلطة الفلسطينية عن مناصرها في الضفة إلغاء التعديل القانوني الذي أقره الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون الانتخابات والذي يتضمن تشكيل محكمة خاصة للانتخابات بحيث سوف تنتزع هذه المحكمة الصلاحيات من محاكم المحافظات المختلفة حيث تجرى الانتخابات تقول حماس بأن هذه المحكمة سوف عمليا تخدم خصومها سياسيين وبالأخص هنا حركة فتح طبعا من جدير بالذكر هنا أيضا سلمت بأن هذا كله يأتي بعد أن كان قد أجلت انتخابات المجالس المحلية عن وقت سابق وبعقب إسقاط حركة حماس عدد من القوام الانتخابية تابع على حركة فتح في غزة بحجة مخالفات القوانين بمعنى آخر بأن ما يجري حسب منتقدين للجانبين سواء لفتح في الضفة أو لحماس في غزة ما يجري هنا حسب المنتقدين هو عمليا بأن الجانبان مخطيان وبأن الجانبان يريدان انتخابات مفصلة قانونيا على مقاسهما لضمان فوزهما من رامرلا مراسلنا بشار صغير شكرا جزيلا لضمامك معنا